السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة اليوم إن شاء الله غدي نشارك معكم حلوة بدون فرن كتجي الديدة شكل ساعة كتجي مميز رائعة كتجيز في وقت قصير إن شاء الله أخواتي تعجبكم وتجربوها هذ الحلوة هذي غدي ندروها المكوين الأساسي انتهى وهو الكوك أو جوز الهند فهنا أخواتي غدي نخلي لكم هذ المقطع لأن بعض السيدات في المقاط في الفيديوهات السابقة عفواً أولا الحلويات اللي كنت شاركت معاكم كانوا كيسألوني على واش يعني أنا كنكون طحن الكوك أو لا هل حسب أخواتي الوصفة فهذا الوصفة غدي يكون فهذا الكوك مطحون مزيان بهذا الشكل هذا عندي ميسين جرام من الكوك أو لجوز الهند عندي عجينات اللوز أو المرزة بان لكتبع جاهزة هنا عندي حليب مركز محلة وعندي كذلك ميجا ومتاع البيستاش أو نكهة الفستق اللي كتكون لون ونكهة فهنا بالنسبة للنكهة غدي ناخد الملعقة اللي كتكون صغيرة تماما نصف ساعات قريبا بهذا الشكل هذا وغدي نبدو كنضيفه في الحليب المركز المحلة بعض سيدات من قبل كانوا كيسولوني في الفيديوهات السابقة واش ممكن استبلو الحليب المركز المحلة بحاجة أخرى أو شنو البادل فبالنسبة الحلوة اللي كيكون فيها الكوكو والميجا غوم ما يصلحش أخواتي يعني أنا نديرو العسل أو المربا أو نديرو حتى الكرامل فقط كنديرو الحليب المركز المحلة يعني كل حاجة يعني لها يعني الأساسيات متاعها كتكون واضحة فهنا غدي نخدمو بالحليب المركز المحلة هدي عجينة مارزبان يكتكون أبيض لونتاها وايت كنردو البال أنا كناخدها من كغفوخ بالنسبة لبنات بلادي غدي نلقاوها في المغرب في السطيلات عند باقي علوازم الحلويات من زمان كنت كناخد سطيل صغير ب40 درهم يعني من واحد زمان نراه سنوات لكن دبا ما نعرفش بصراحة كين حتى السطولة اللي كيديرو 5 كيلو فنردو البال أنا يكون لونتاها أبيض هنا غدي نخدم بجوج من هادو 250 جرام في 250 جرام كتكون قصحة أو لا يابسة غدي نبقى كنحلفها غب شوية بشوية بالدلاك بين جوج ورق نتاع الزبدة أو البلاستيك فبالنسبة لي أنا مغديش نرققها بزاف لكن يعني سمكتاها غدي نشوفوه معايا كنحرص أخواتي على الوسط أننا نرققوه بالنسبة لي أنا من بعد فلقيتها في الوسط يعني كانت غليدة شوية فهنا كيف ما شفتوا معايا بدلاك أولاء المضرب غدي نبدو كليسي وباش كتقد معانا سمك انسعها هو هادا يعني ما نرققوهاش بالزافح طيبان عندنا سطح العمل ما كيديش زوينا من الأحسن أننا نخليوها هيكا هنا غدي نحلو العقدة بالنسبة العقدة كنخليوها شوية غليدة يعني شوية سمكتاها كيكون كتر من اللوز يعني هادا هو سمك انسعها هنا أنا قطعت النص بالنص هكا باش يباني عندكم غدي نستخدم هادا القالب هادا فهادا كيجي جميل في شكل نسعه عندي هادا القالب حتى هو لكن ما عجبني صراحة غدي نوريه ليكم إن شاء الله من بعد وانتم ما اللي قطعتوا به صح هادا كيجي كبير لكن صراحة كيجي شكلتاه أنيق وجميل سبق لي وقدمت واحد الحلواء من قبل إن شاء الله غدي نهضر عليها من بعد هنا نفسر ليكم أخواتي كان قطعه بالأول لوز وكانورو مرة تانية للكوك وتعنا رجعو لللوز يعني كنحاول أننا نضغطو مزيان باش كان قطعو مزيان أخواتي لأن اللوز كيكون يابس أو لقاسح هنا ضروري أننا نضغطو مزيان 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 في الواسط نيك تبغي شوية تاع الصبر وبالنسبة لأننا هادا القالب في الأول الأول مرة درس فيه النشا يعني كباش ما يلصقش معي حتى يعني كياخد دوك الدهون تاعد اللوز فباد الشكل كيجي تنحاولو نقدو من الجوانب يعني كدش هنا طبقا نتاع اللوز طبقا نتاع الكوك مع البستاش و كدلك طبقا نتاع اللوز كيف ما ذكرت أخواتي هنا من عندس الحبات الثانية فجأتني غليدة من الوسط يعني شوية كانت غليدة فالطرس أنني هنا يعني نعود نزيد نحلها شوية بالمدلك يعني هكا باش ما جينيش غليدة بزاف كنقطعو أول مرة اللوز و كنبقاو كندورو هكا باش كتقطع عندنا و الثاني كناخدو الكوك أو لا جوز الهند و كنعودو أخواتي تنقطعو يعني باللوز مرة أخرى دائما تنضغطو في الوسط مزيان باش كيتصور عندنا ديك الرسمانة على القالب اللي عندنا و تنبدو كنزولو في الحلوة غيب شوية بشوية يعني هكذا فهي كتزول بكل سهولة دائما نحرصو على أننا نحيدو الجوانب هما اللولين و من بعد أخواتي كان بدو كانزولو فيها من الأحسن ما يكونش عندنا هاد اللوز هادا أرقيق بزاف بزاف أو غليد بالنسبة لل دوك الجوانب اللي بقاو كيش دلي فيهم داك اللون أخضر نتعر بيستاش ف جمعت العقدة بو حديتها عفوا العجين تعلوز بو حديتها و دليكتها فهنا بالنسبة للطريقة غدي نوريكم يعني باش ما كتستيش ما كيجينش داك اللون أخضر أو لديك غدي نتعو في اللوز كان أخضو اللي كتكون ما زالة يعني بيضة كاندرو هي اللولة عاد كانديرو التمر عفوا الكوك و عاد من بيت كانديرو هادي اللي هي كاناخضو فيها من الجوانب فكتكون عندنا في هادا اللون بيستاش لكن البيضة هي اللي كانقطعوها هي أول وحدة هادي هي اللي بغيت نوصل لها و أقولها لكم فبنسبة لهذه أخوات يشوفوا معايا يعني ضغط مزيان و رسمة ما تصورتش عندي من قبل كنت خدمت نفس هاد الشكل لكن كاندك القالب اللي كان صغير أصغر من هذا صراحة كان خرجت عندي فيها الرسمة لكن كنت كنديرو حد المجهود كبير باش كتخرج لي أنا عادي نستخدم هذا المدور أنا هنه فقط وريتكم هذا باش تشوفوا أخواتي اللي قتانعت فيه وقدرت أنها تخدموا وتضغط عليه يعني ممكن أنها تخدموا هذي يخلي لكم رابط نتاع اللي قبل كان أصغر من هذا اللي وريت كم اللي لشكل بيضوي أو أو هنا كيف ما شوتوا معي عندي بيستاش اللي خلطوا فقط مع الگليكوز إذا كان عندكم حتى نابج أنا مكن جميع توفر عندي وعندنا هذ الورد المجفف أو الورد الجوري اللي خدي صغير الوريقات بنسبة الگليكوز فأنا سخنت واحد شوية وضعت لي بيستاش تقدروا أخواتي تلون اللوز عادي غادي نترك لكم رابط اللي هو اللوز كاسي كيكون مهرمش أو رقائق اللوز كنت بقلي وقدمتها بالقناة حتى هي ملونة باللون الفسقي والوان الثانية كذلك تاخذوا اللوز باطني حتى هو يتلونه ف يعني كان الحل إذا ما توفر هذا البيستاش هذا هنا غادي نوضع الوريقات سنتاع الورد بالنسبة لها الحلوة هذي إذا بغيتوها أخوات إنها تبقى معاكم وما تنشفش كتاخذوا النباج وكتسخنوه أول حاجو كتدرو حد الفرشات وكتسدهنوها من الفوق حتى مالجواني بدك الكوك كتبقى صالحة معاكم إذا بغيتوها وحد الفترة هكت تبقى معاكم لكن ما يمكنش أنا نخلي وعاك على برة لأنا غدي تنشف هذي الحلوة كنت تسبق لي وقدمتها بالكوك أو الفوج السوداني وبنفس الطريقة وكان هذا القالب هذا من شفته معايا إن شاء الله أخواتي يعجبكم بجوج بهم هذي نترك لكم رابط ساعة الثانية اللي شفتوها معايا وكذلك نتع اللوز كون كاسي كذلك وهذا هو شكل أنها إعطتني 29 حبة بالتمام وكما لا يمكن تخرج بزاف ممكن أخواتي تمام البيع تكون